السلام عليكم ورحمة الله ظن الذين كفروا أن أموالهم وأولادهم التي انتفعوا بها في الدنيا تنفعهم في الآخرة فآيسهم الله من ذلك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معنى الكفر في اللغة السطر والتغطية وعلشان كده يقال للمزارعين الذين يضعون البذور في الأرض ويغطونها بالطراب كفارا أما الكفر في الشرع فهو الجحود والإنكار وعرفنا كويس إن أركان الإيمان ستة أركان الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعرفنا كويس إن أي إنسان ينكر أركان الإيمان أو ينكر ركن واحد فقط من أركانها فهو كافر بإجماع العلماء فمن أنقر وجود الله فهو كافر ومن أنقر وجود الملائكة أو ملك واحد كجبريل أو ميكائيل فهو كافر ومن أنقر الكتب السماوية أو أنقر كتابا واحدا كالقرآن أو الإنجيل أو التوراة فهو كافر ومن أنقر الرسل أو أنقر رسولا واحدا كمحمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر ومن أنقر يوم القيامة أو اليوم الآخر فهو كافر ومن أنقر القدر خيره وشره فهو كافر فأولئك الكافرون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا أتدري لماذا؟ لأنهم قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وكانوا يستمتعون بأموالهم وأولادهم في الدنيا ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ثم يأتي يوم القيامة فيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأولئك أصحاب النار الملازمون لها دائما وأبدا هم فيها خالدون وماكثون إلى الأبد قال الفخر الرازي اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كلما كان منتفعا به ثم يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلمة نسأل الله العافية جزاكم الله خيرا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون